السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا بالنسبة لشروط الاستفادة من الدفع التائتة من الدعم الاستثنائي أولا يقوم رب الأسرة بإرسال رسالة إلى الرقم 12-12 هذه الرسالة تحمل أو فيها رقم البطاقة الوطنية لرب الأسرة قد تعتبر هذه الرسالة عبارة عن تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم ومن جهة أخرى أنه فقد مداخله خلال شهر يونيو 2020 يعني شهر يونيو لم يكن يتحصل على أي مداخل يعني لم يكن يتخلص المتعلان ولا لم يكن يخد الدعم من جراء الحجر الصحي ترسل الرسالة النصية القصيرة وجوبا من نفس رقم الهاتف الذي يستعمل في المراحل السابقة يعني من نفس رقم الهاتف الذي أثلت منه في المراحل السابقة يفتح باب تقديم هذه التصريحات اتداء من يوم الأربعة 15 يوليوز يعني من الأربعة 15 يوليوز تبدأ مرحلة إرسال هذه الرسائل النصية إلى غاية يوم الجمعة في منتصف الليل تسحب الإعانات بنفس الطريقة يعني بنفس الطريقة التي تمت الاستفادة من الإعانات في المراحل السابقة إبتداء من الثامن عشر يوليوز يعني ابتداء من اليوم السبت إن شاء الله وبالتوفيق الجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر